طيب ولي يا دكتور ببقى أنه واضح طبعا أنه حصل كمان تعامل مع الأسرة مش مع الطفل بس بزر أنتو بتعملوا ايه كمان مع الأم أو الأب اللي بيتعاملوا مع ده لأنه حاجة لطيفة ويتحكوا معاه وكاموا مش بيضايق حد يعني لو كنا مثلا في حفلة في آبرا في مصرح والطفل عمل على الكرسي يتشاء ومضايق وعمل إزعاج للناس اللي حواليه والأب والأم يعني سعداء بي أو في طيارة يعني أو سايبينه وأكيد حضرتك يعني بتشوفي طبعا إسقاطة على كده كتير جد احنا بنشوف ساعات الأمهات فيه طبعا أمهات بتبعامل مجود كبير أوي فيه أمهات بتبعامل مش عارفة تتصرف فجزء من التعامل مع الطفل لأن احنا نعلم الأب والأم إزاي يتعاملوا مع الطفل إزاي إن هم يوجدوا له المناسبة اللي تناسب مستوى النشاط بتاعه إزاي يتقبلوا جزء من المشاكل اللي بتوجه وفي نفس الوقت ما يعرضوهش لمشاكل زي محرج بتقولين إن الناس تنتقدوا أو إن الناس تدايقوا فوجوده في مكان مناسب لي ده أحد الحلول إن أنا أوجده في مكان يقدر يتحرك فيه بحرية الأماكن المفتوحة مثلا فبنعلمهم شوية مهارات بالزبط و بنعلمهم شوية مهارات بنساعدهم منهم يعملوا روتين مناسب للطفل ده بيبقى أحد الحلول بالزاد في السن الصغير بيبقى ده أول حل بنالجأ لي لمشاكل